أيها المواطنون الأعزاء قبل 105 أعوام هنا في ساحة صوفيا في كييف أولنت الكلمات التالية لقد تحققت الأخلام القديمة التي عاش ومات من أجلها أفضل أبناء أوكرانيا ومن الآن وصاعداً تندمج معاً أجزاء أوكرانيا التي كانت منفصلة عن بعضها البعض منذ قرون هذه هي الكلمات الواردة في قرار التوخيد الذي وحد الأراضي الأوكرانية الواقعة على ضفتي نهر دنيبرو في دولة واحدة وبهذه المناسبة نحتفل اليوم بعيد توخيد أوكرانيا وفي الثاني والعشرين من يناير كل عام نتذكر دائماً درسين رئيسيين من ذلك الأوقات وهما معلمان لجميع أجيال الأمة الأوكرانية والأول هو بناء دولتنا الخاصة ويجب علينا أن نناضل من أجل الخفاظ عليها والثاني هو أنه يجب أن ننتحد وجاء اليوم الذي كان علينا جميعاً أن نثبت فيه أننا قد تعلمنا هذين الدرسين كل الأوكرانيين يعرفون هذا اليوم إنه اليوم الرابع والعشرين من فبراير لقد أظهرنا في ذلك اليوم أن وحدة واستقلال أوكرانيا هي قيم حقيقية وليست قيم إعلانية بالنسبة لنا لم نتخلى عن دولتنا ولكن منذ اليوم الأول للحرب أثبتنا أن الوحدة الشاملة للشعب يمكنها صد العدوان الشامل للعدو ليس رمزياً ولا عرضياً ولا بالكلمات بل على الجبهات في جميع اتجاهات العمليات القتالية ضد الزلام وفي جميع أشكال القتال من أجل الاحفاظ على أوكرانيا المجمعة والمستقلة والقوية بدءاً من عام 1990 تقريماً لهذا التوحيد كان الأوكرانيون يقومون بإنشاء سلاسل الوحدة الحية وهي الوحدة الأوكرانية التي تمتد من الغرب إلى الشرق وفي الرابع والعشرين من فبراير اختشد الأوكرانيون مرة أخرى إذ رفضنا مرة أخرى غلال الغبودية بل اخترنا الوحدة والفرق الوحيد هو أن الوحدة اكتسبت شكلاً جديداً حيث تخلق الأوكراني عن مفهوم الإقليم الخاص به أو إقليم الغرباء لأن كل ناحية من أهدحاء أوكرانيا وكل مدينة وقرية أصبحت بمثابة مسقط رأس بالنسبة له وأصبحنا بمثابة الأقارب بعضنا للبعض لأن الأوكرانيين من الأقاليم الشمالية والغربية والجنوبية يقاتلون من أجل الأوكرانيين المتواجدين في دنباس وشبه جزيرة القرم وفي جنوب وشمال البلاد لأن الأوكرانيين من الأقاليم الغربية يفتحون أبواب منازلهم ويوفرون المأوى للأوكرانيين من مدن الجنوب المدمرة رجال ونساء أوكرانيا الذين يقاتلون رجال ونساء أوكرانيا الذين يعملون رجال ونساء أوكرانيا الذين يساعدون الأمهات الأوكرانيات والأطفال الأوكرانيون الذين فقدوا منازلهم ويقيمون في الخارج ويساهمون في المقاومة المشتركة ويقومون بجعمة وتقديم الأشياء المطلوبة هنا لأن الأوكرانيين من كل إقليم يعملون من أجل حماية كل إقليم ومن أجل تحرير كل منطقة محتلة مؤقتاً ولأن الأوكرانيين الذين ينتظروننا هناك يستمرون في كونهم أوكرانيين ويستمرون في المقاومة معاً سنجبر روسيا على الانسحاب وسوف تسمع مرة أخرى كلمات قرار التوحيد التي تعلن توحيد أجزاء أوكرانيا المنفصلة عن بعضها لبعض وستصبح حقيقة واقعة لأن اليوم كل أوكراني يقاتل من أجل كل أوكراني آخر مما يثبت أن عندما يمسك جميع الأوكرانيين أيدي بعضهم فإنهم لن يرفعوها للاستسلام نحن نقاتل جميعاً واليوم لا ينطبق هذا فقط على الأوكرانيين المتواجدين على الضفتي ناهردنيبرو اليوم تغطي الوحدة الأوكرانية كلا نصفي الكرة الأرضية حيث سمع في الرابع والعشرين من فبراير في كل أنحاء العالم أنا أوكراني لقد سمعناها في جميع القرات التي يعيش فيها أبناء شعبنا أولئك الذين مع بداية حرب واسعة النطاق وبغض النظر عن مكان إقامتهم وميلاد أو الجنسية قالوا بشكل مؤكد أنا أوكراني وأثبتوا ذلك بأفعالهم إن مواطنين المقيمين في الشتات الذين يبلغوا عددهم عدة ملايين هم جماعات الضغط من أجل مصالح أوكرانيا في جميع أنحاء العالم كل هؤلاء الذين يجمعون ويسلمون كل ما هو مطلوب للنصر كل أولئك الذين لم ينسوا جذورهم ولم يضع العالم ينسى أوكرانيا كل من يجري في غروقه الدام الأوكراني وينبض في صدره قلب خر الأوكرانيون بالأصل والذين أثبتوا منذ فترة طويلة أنهم أوكرانيون بالروح وبعد سنوات عديدة من الانتظار يجب أن يصبحوا أخيراً أوكرانيين بالجنسية على مستوى القانون اليوم أقدم إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون مهم من شأنه أن يجعل من الممكن إدخال تغييرات شراغية والسماح بالجنسية المتعددة وسيمكن ذلك جميع الأوكرانيين وأحفاظهم في مختلف بلدان العالم من الحصول على جنسيتنا طبعاً باستثناء مواطني الدولة المعتادية كل أولئك الذين أجبروا خلال موجات الهجرة المختلفة على مغادرة وطنهم الأصلي والوصول إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا والدول آسيوية وأمريكا اللاتينية كل أولئك الذين يساعدوننا على الرغم من تواجدهم على بوض مئات وآلاف كيلومترات من وطنهم الأصلي وكذلك المتطوعون الأجانب الذين جاءوا للدفاعاً أوكرانيا كل أولئك الذين يقاتلون من أجل حرية أوكرانيا كما لو كانت وطنهم الأمة وسوف تصبح أوكرانيا وطناً بالنسبة لهم حقاً وهذا سيمكنهم من الشهور بأن وجودهم في أوكرانيا يعني الوجود في الوطن وبأنهم ليسوا سائحين بل مواطنين أوكرانيا العظيمة والموحدة التي نناضل من أجل حريتها نحن نقاتل من أجل الحق في أن نكون أوكرانيين والقرار المقابل هو أحد عناصر هذه الحرية وأحد إمكانيات إعمال هذا الحق الحق في أن نكون أوكرانيين بالإضافة إلى ذلك يجب علينا اليوم أن نتخذ خطوات ليس فقط لتغزيز وحدة أوكرانيا وشعبنا ولكن أيضاً للعمل من أجل وحدة حقوق وخريات والترويج الحقيقة حول الأوكرانيين وحول تاريخنا ولهذا الهرض وقاط اليوم المرسوم بشأن أراضي الاتحاد الروسي التي يسكنها الأوكرانيون تاريخياً وهذه هي عوضة الحقيقة حول الماضي من أجل مستقبل أوكرانيا يا شعبنا العزيز في ربيع عام 2022 رأيت بوتشا للمرة الأولى بعد تحريرها ولأول مرة ارتديت قميصاً مكتوب عليه عبارة أنا أوكراني أنا أوكراني ودائماً وخاصةً الآن فإن عبارة أنا أوكراني لها معنى خاص وهي اليوم مليئة بشجاعة وفخر وصمود شعبنا وبالألم الذي يشعر به كل رجل وامرأة أوكرانية وفي نفس الوقت القوة التي تساعدنا على التغلب على كل شيء وعلى البقاء رغم كل شيء مع العلم والتذكر أن الأوكرانيين الأقوياء يمكنهم أن يكونوا متحدين والأوكرانيون المتحدون يمكنهم أن يكونوا أقوياء الأوكرانيون في جميع أنحاء العالم أنا أوكراني أبناء شعبي الأعزاء أهنئكم بعيد الوحدة المجد للأوكرانيين المجد لأوكرانيا المترجم الآن ترجمة نانسي ق 1 شكرا